أهلا أعزائي المشاهدين حديثنا اليوم موضوع في غاية الأهمية المسيح غافر الخطايا وعندما تستمع إلى هذه العبارة البعض طبعا سيصاب بالدهشة والبعض الآخر سوف يزدم والبعض الآخر لابد أن يمجد وأن يسبح الله على عمله العظيم تجاه الجنس البشري وقبل ما أستعرض الفكرة من العهد الجديد خليني بس أعطي بعض الملحوظات المهمة من العهد القديم الملحوظة الأولى ولسيما في العهد القديم أنه عقاب التجديف أو خطية التجديف هو الموت بالرجم فإذا بدون محابة بدون أي تنازل بدون أي تراجع بالنسبة للفكر في العهد القديم أنه أي شخص يجدف العقاب هو الرجم فأنا حبيت أشدد على هذه الملحوظة الأولى حتى لما نيجي للعهد الجديد أنك تدرك أهمية ومسئولية وخطورة الموقف من ناحية ومن ناحية أخرى بركة هذا الموضوع عندما نستنتج عن من هو المسيح فإذا في العهد القديم الملحوظة الأولى أنه عقاب خطية التجديف هي الموت بالرجم وطبعا التجديف خلينا أتكلم عن ثلاث أمور شو المقصود بالتجديف أولا الشخص الذي يسب الله والخطية الثانية في موضوع التجديف أنا أقصد في هذا الموضوع مكتوب لتنطق باسم الرب باطلا ومكتوب أنه الشخص الذي ينطق لا يتبرأ اشتركوا في القناة